قال زعيم التيار الصدري مقتضى الصدر أن هناك من راهن على تشتت التيار الصدري بعد الانسحاب من البرلمان واشهد الصدر في بيان له بقواعده الشعبية التي صبرت وأثبتت إخلاصها بعد انسحاب التيار من البرلمان لكي لا يكون ظهيرا للفاسدين بحسب قوله مضيفا أنه على الرغم من أن العدو كان يراهن على تشتتهم إلا أنهم صبروا وأخلصوا فشكرا لهم ترجمة نانسي قنقر